يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الرابعة والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك عنوان مهم ومهم جداً من عناوين مرحلة الظهور الراجعة لا بد أن تعرف من أن الرجعة رجعتان هناك الرجعة الصغرى وهناك الرجعة الكبرى الرجعة الكبرى لا حديث لي عنها لأنها تمثل اليوم الثاني من أيام الله وحديثي في هذه الفانورامة عن اليوم الأول من أيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم وهو يوم له حدوده يوم له حقيقته الخاصة به ويوم الرجعة ويوم الرجعة وهو يوم آخر هو اليوم الثاني من أيام الله اليوم الثالث يوم القيامة الكبرى حديثي في هذا البرنامج عن اليوم الأول وكلامي ينتهي وكلامي ينتهي بحدود نهاية اليوم الأول هناك رجعتان الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى الرجعة الكبرى هي اليوم الثاني أتمنى أن أجد فرصة مناسبة في قادم الأيام كي أفتح فانوراما للرجعة العظيمة لليوم الثاني من أيام الله لكن هذا الأمر يحتاج منكم إلى وعي عقلي عال جدا لأن مطالب الرجعة العظيمة في غاية العمق ولذا عليكم أن تتقنوا المطالب التي بينت في هذا البرنامج فيما يرتبط باليوم الأول من أيام الله إذن هناك الرجعة الكبرى لا شأن لنا بها في هذا البرنامج وإنما حديثنا عن الرجعة الصغرى التي هي عنوان مهم ومهم جدا من عنوين مرحلة الظهور وهذا ما سيكون الحديث عنه في هذه الحلقة وما بعدها في هذه الحلقة سأأخذكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم حيث حيث تحدثنا الآيات عن عقيدة الرجعة وأهميتها قطعا الكلام في آيات الكتاب الكريم ناظر إلى الرجعتين إلى الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى وبالدرجة الأولى فإن الآيات ناظرة إلى الرجعة الكبرى لن أتوغل في التفاصيل إنما أريد أن أبين لكم من أن القرآن تحدث كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا عن عقيدة الرجعة والتي يمكنني أن أجملها من أنها حياة بعد الموت في الدنيا وقبل يوم القيامة تكون رجعة صغرى من شؤون اليوم الأول من أيام الله وتكون رجعة كبرى إنه اليوم الثاني من أيام الله سأبدأ معكم من سورة البقرة وفي الحقيقة سورة البقرة هي سورة الرجعة لكثرة الحديث عن الرجعة في سورة البقرة لماذا سميت بسورة البقرة سيتضح هذا ولكن اتباعا الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة وما بعدها وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون كان عدد بني إسرائيل سبعمائة ألف فطلبوا من نبيهم موسى أن يختار بعضا منهم كي يذهبوا معه إلى الميقات ليسمعوا كلام الله مع نبيهم موسى فاختار من سبعمائة ألف اختار سبعين ألفا ومنهم اختار سبعة آلاف واختار من السبعة آلاف سبعمائة ومنهم اختار سبعين رجلا من خيار بني إسرائيل فذهبوا مع موسى إلى الميقات وسمعوا كلام الله سمعوا كلام الله وهو يكلم موسى لكنهم قالوا لموسى قل لربك أن يظهر لنا نريد أن نرى الله جهرة فنزلت عليهم الصاعقة وماتوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون هذه رجعة ما هي الرجعة الرجعة حياة بعد الموت قبل يوم القيامة فهذه حياة بعد الموت قبل يوم القيامة وهؤلاء رجعوا إلى أسرهم وعاشوا واستمرت حياتهم حتى ماتوا في آجالهم التي قدرت لهم بعد ذلك بعد موتهم إنها نتائج قانون البداء وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون هذه الآية فصلت الآيات التي ترتبط بها ونقلت إلى شورة الأعراف القوم عابثوا بالقرآن عابثوا بالقرآن في سورة الأعراف إنها الآية الخامسة والخمسون بعد المئة بعد البسملة بداية الحكاية واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا العكاية من هنا تبدأ هذه الآية الخامسة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من الأعراف هذه في أصلها من سورة البقرة لست أنا الذي أقول أحاديث العترة الطاهرة والمنطق هو الذي يقول هذا أيضا بداية الحكاية هنا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا إنها من الآيات التي تبطل علم الرجال إذا كان موسى نبيا ورسولا ومن أولي العزم وهو كليم الله وقام بعملية فلترة معقدة اختارهم من سبع مئة ألف فانقلبوا عليه فما قيمة تقييم الرجاليين إن كانوا من السنة أو كانوا من الشيعة ما قيمة تقييمهم ما قيمة ما يسمى بعلم الرجال في تقييم رواة الحديث القرآن واضح واضح في رفض منطق ما يسمى بعلم الرجال إنه علم شيطاني حديثنا ليس في هذه الجهة وإنما هو أمر طارئ وعرضي أشرت إليه وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة الرجفة بعد الصائقة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافري وتتمة الحكاية في آية أخرى وضعت في موضع بعيد عن هذه الآية إنها الآية الثالثة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك هذا ما هو كلام موسى هذا كلام السبعين الذين اختارهم هم في البداية طلبوا أن يسمعوا كلام الله فسمعوا كلام الله قالوا نريد أن نرى الله قال إنكم لا تستطيعون قال إذن أنت أطلب من الله أن يريك نفسه أن يريك ذاته وأنت بعد ذلك صف لنا ماذا رأيت قال ربي أرني أنظر إليك هذا ما هو بشيء يريده موسى من عند نفسه إنما هي عملية مجارات مع قومه مع الذين اختارهم اختيارا رجاليا هذا ما أنا الذي أقوله تفسير العترة هو الذي يقول لكن القوم عبثوا بترتيب الآيات فشتت فشتت الآيات هنا وهناك ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا في أحاديث العترة خر موسى ميتا صعقا هنا ميتا فلما أفاق رجع إلى الحياة فهذه رجعة أيضا هذه رجعة إنها حياة بعد موت قبل يوم القيامة هي هذه الرجعة فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق رجعت إليه الحياة قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين هذه الحكاية لن تستقيم إلا إذا جمعنا الآيات معا التي فرقت في هذه المواضع المختلفة وأن نأخذ التفسير من العترة الطاهرة تتجلى الصورة كاملة وواضحة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم فهذه الحكاية الكاملة بمجموع آياتها تخبرنا عن رجعة حدثت لموسى النبي فإنه حينما خر صعق خر ميتا خر ميتا وبعد ذلك رجعت إليه الحياة وكذلك السبعون الذين اختارهم موسى ماتوا بعد أن نزلت عليهم الصاعقة ورجعت إليهم الحياة هذه رجعة رجعة واضحة إذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة البقرة وما بعدها حكاية بقرة بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر الحكاية لماذا سميت سورة البقرة بالبقرة لورود حكاية البقرة في هذه السورة ولكن ما هي الحكمة من هذه الحكاية هناك عدة جهات بشكل إجمالي أشير إليها الجهة الأولى حكاية بقرة بني إسرائيل تخبرنا عن حالة الجدل وعدم التسليم لنبيهم فهم يجادلونه في كل صغيرة وكبيرة الوقت لا يكفي كي أقف عند تفاصيل قصة البقرة الآيات واضحة يمكنكم أن تراجعوها فحكاية البقرة جاءت لتنبهنا عن هذه الحالة الذميمة عند اليهود إنها حالة الجدل الذي لا محل له في الحكمة لأن الجدل مع الأنبياء لا حكمة فيه الموقف مع الأنبياء الموقف مع الأوصياء هو موقف التسليم إلا أن اليهود ما كانوا يفعلون هذا فجاءت قصة البقرة لتلفت أنظارنا إلى هذه الجهة هذه جهة أولى الجهة الثانية هذه البقرة اشتراها الإسرائيليون من شاب وقد فرض عليهم ثمنا باهظا جدا الحكاية مفصلة هذا الشاب كان بارا بوالدي من هنا فإن الله جازاه برزق دنيوي واسع لأنه اشترط على بني إسرائيل أن يدفع له ذهبا بمقدار يملأ جلدها يملأ جلد ثور جلد بقرة كان بارا بوالدي وجهة ثالثة الروايات أخبرتنا من أنه قد تعلم من نبيه موسى الصلاة على محمد وآل محمد وكان يكثر منها والجهة الرابعة وهي الجهة الأهم إنها الغاية في هذه الواقعة هناك رجل قتل من بني إسرائيل الحكاية مفصلة الوقت يجري سريعا لا أجد مجالا للدخول في تفاصيلها لم يعرف قاتله فكانت حكاية البقرة لأجل أن يعرف قاتله بعدما ذبحوها فإن موسى النبي أمرهم أن يقتطعوا ذيلها وأن يضرب جثة ذلك القتيل بذيل البقرة فلما ضرب القتيل بذيل البقرة رجعت إليه الحياة فذبحوها وما كادوا يفعلون الآية الحادية والسبعون بعد البسملة من سورة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ادارأتم فيها كل مجموعة تبرئ نفسها وتلقي التهمة على مجموعة أخرى والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها بذيلها بعدما ذبحوها إنها بقرة ميتة وأهون ما فيها ذيلها فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون فرجع هذا الرجل حيا ولقد عاش طويلا في بعض الروايات من رواياتنا من أنه عاش بعد هذه الواقعة مئة وثلاثين سنة مئة وثلاثين سنة عاش زمانا طويلا هذه رجعة وكانت هذه الرجعة بسبب مباشر هو ذيل بقرة مذبوحة فإذا كان ذيل بقرة مذبوحة يكون سببا للرجعة فما بهلكم إذا كانت الرجعة ترتبط بدين محمد وأهل محمد سيأتينا الكلام تباعا سيأتينا الكلام تباعا إذن هذه رجعة مثل ما قلت لكم سورة البقرة هي سورة الرجعة والهدف الأسمى من ذكر حكاية بقرة بني إسرائيل هو هذا إنها حكاية الرجعة هذا رمز واضح وإشارة واضحة للرجعة وماذا نقرأ أيضا في شورة البقرة في الآية الثالثة والأربعين بعد المئتين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم في هذه الدنيا فهذه حياة بعد موت قبل يوم القيامة قلت لكم سورة البقرة هي سورة الرجعة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم إنها مدينة من مدائن الشام بين فترة وأخرى يصيبها الطاعون فحينما يحل الطاعون فيها يفر الأغنياء ويبقى الفقراء فالأغنياء يقولون بعد أن ينتهي وباء الطاعون لو بقينا لهلك كثير منا والفقراء يقولون لو أننا خرجنا من المدينة لما هلك لما مات الكثيرون منا فجاءهم الطاعون فاتفقوا على أن يخرجوا جميعا فخرجوا من مدينتهم وساروا وساروا بكل ممتلكاتهم حتى حتى وصلوا إلى مدينة خربة كان الطاعون قد حل فيها في سالف الزمن فأهلك أهلها فاستقروا هناك وما إن استقر بهم الحال أماتهم الله أماتهم الله إنها عبرة وتمر السنون تمر السنون وتبقى عظامهم على قارعة الطريق حتى أن الناس تأذوا منها جمعوها في مكان جمعوا عظامهم وعظام حيواناتهم في مكان مر نبي من الأنبياء يقال له حسقيل إنه من أنبياء بني إسرائيل وهؤلاء أيضا من بني إسرائيل الروايات تخبرنا من أن النبي أحياهم أعادهم إلى الحياة فرجعوا إلى حياتهم وعاشوا عاشوا زمانا طويلا تناسلوا وماتت أجيالهم في آجالهم التي قدرت له هذه رجعة لأمة لأمة كاملة هناك رجعة لموسى النبي هناك رجعة للسبعين الذين اختارهم هناك رجعة لذلك الإسرائيلي القتيل الذي ضربوه بذيل البقرة هذه أمة أرجعها نبي قتيل بني إسرائيل أرجعه موسى إلى الحياة بذيل بقرة مذبوحة حسقيل النبي أعاد إليهم الحياة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت إنه الطاعون فقال لهم الله موتوا موتوا ثم أحياه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون رجعت واضحة لا تحتاج إلى دليل وبغض النظر عن البيان الذي ذكرته من قصتهم الآية واضحة فقال لهم الله موتوا ثم أحياه وماذا نقرأ أيضا في سورة البقرة إنها الآية التاسعة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إنها خريبة تمام الخراب إنه عزير النبي وقد يسمى في بعض الروايات أرمية عزير النبي من أنبياء بني إسرائيل مر على هذه القرية الخاوية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه رجعة رجعة بعد مئة من السنين فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك إنها رجعة لحماره أيضا ورجعة لطعامه ورجعة له إن الرجعة قانون في هذه الحياة سقيفة بني ساعدة تنكر الرجعة وترفضها رفضا قاطعا وتقول من أن الشيعة أخذ الرجعة من اليهود ما هم اليهود يقولون إن الله موجود وأنتم تقولون إن الله موجود فهل أخذتم هذا من اليهود أيضا ما هذا السخف ما هذا الهراء نحن أخذنا الرجعة من القرآن هذا هو القرآن واضح وصريح في حقيقة الرجعة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثته قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك لم يتسنه إن طعامك هو هو في الرجعة لم يتسنه لم يتغير لم يتبدل رجعت أنت كما كنت سابقا ورجع طعامك كما كان سابقا قبل مئة عام وها هو حمارك 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 الذي كان قبل مئة عام وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها انظر إلى عظام حمارك كيف ترفع من الأرض وتتحرك كي يتشكل الهيكل العظمي للحمار وبعد ذلك تكسى تلك العظام لحما وانظر إلى العظام إلى الهيكل العظمي لحمارك كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير إذن رجعة للسبعين الذين اختارهم موسى ورجعة لموسى بعد أن خر صعق خر ميت ورجعة للقتيل الإسرائيلي حيث ضربوه بذيل البقرة المذبوحة ورجعة لأولئك الذين فروا من الطاعون أمة كاملة رجعوا هم وحيواناتهم رجعوا هم ودواجنهم رجعوا بكامل ما كانوا عليه وكأنهم لم يموتوا بعد أن تحولوا إلى عظام المرة في الطريق كنسوا تلك العظامة وجمعوها في مكان على جانب الطريق ورجعة ورجعة لعزير رجعة له بعد مئة عام ورجعة لحماره ورجعة لطعامه الرجعة قانون شامل لكل الأشياء وماذا بعد في سورة البقرة أيضا إنها الآية الستون بعد المئتين بعد البسملة وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي حين يسألون الأئمة هل شك إبراهيم قالوا لم يكن إبراهيم شاك وإنما أراد أن يزداد يقينا أن يزداد إيمانا فهذا نبي لا يتطرق إليه الشك وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فأخذ أربعة من أنواع مختلفة من الطيور في رواية عن إمام الرضا من أنه أخذ الطاوس لماذا لأن خلقته مميزة أخذ الطاوس والنسر والديكة والبط أكذا تقول بهرسها في مهراس هرس لحمها وعظمها وكل شيء فيها وريشها هرسها هرسا في تعابير وثقافتنا الشعبية العراقية قيمة نجفية فهذا المدق الذي يدق به اللحم وسائر المواد الأخرى هو هذا المهراس هو هذا المهراس المهراس وعاء كبير له مدق فإن إبراهيم بعدما ذبح الأطيار وضعها في مهراس فهرسها فاختلط لحمها بالكامل فصار عنده لحم مهروس مختلط اختلاط كاملا من أجسام هذه الطيور فجزأه إلى عشرة أجزاء ووضع كل جزء من هذه الأجزاء العشرة على رأس جبل والجبال متباعدة قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتين كسعية ذبح الطيور هرس لحم الطيور واختلط لحم الطيور ببعضه قسمه على رؤوس عشرة جبال ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ووضع ووضع بين أصابعه مناقير تلك الطيور ثم أمر الطيور بأن تتوجه إليه فأخذت الأجزاء تتطاير من على رؤوس الجبال وتجتمع أجزاء كل جسم من أجسام تلك الطيور إلى أن جاءت متجهة إلى إبراهيم الخليل في بعض الروايات أنه كان يقدم منقار الطاوس مثلا إلى الديك فإن الديك لا يقبل ذلك المنقار حتى يقدم له منقاره هذه عملية رجعة للطيور قلت لكم إن سورة البقرة هي سورة الرجعة فضلا عن آيات أخرى تتناول حقيقة الرجعة سأعود إليها وإذ قال إبراهيم ربي آرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينا كسعه واعلم أن الله عزيز حكيم هذه حقائق الله هذه حقائق الأنبياء هذه حقائق القرآن القرآن دال دال على نفسه بنفسه من أنه حجة واضحة لا يحتاج إلى كثير من البيان هذه المضامين ساطعة ساطعة بينة جدا وماذا بعد نذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة الآية التي تتحدث عن شأن عيسى المسيح إلى أن يقول وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله هذه رجعة أو ليست برجعة الذين أحياهم عيسى المسيح استمروا في حياتهم أخرج الناس من القبور لقد ماتوا 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 وشبعوا موتا ولكنه أخرجهم من القبور هذه رجعة أو ليست برجعة عاشوا وتزوجوا وتناسلوا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله رجعة رجعة المضمون نفسه في الآية العاشرة بعد المائة بعد البسملة من سورة المائدة في سورة آل عمران فإن عيسى هو الذي يقول وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله في سورة المائدة فإن الله هو الذي يقرر له هذا المعنى يخاطبه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموت بإذنه تخرج الموت من قبوره الآية صريحة ما قال له من أنك تحيي شخصا مات الآن وإنما مات منذ زمن ودفنوا في القبور وإذ تخرج الموت بإذنه تخرجهم من قبورهم ويستمرون في حياتهم هذه رجعة أو ليست برجعة الرجعة حياة بعد الموت قبل يوم القيامة وماذا نقرأ أيضا في سورة آل عمران إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة والتي بعدها وقولهم إنه قول اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين ما الذي جرى على عيسى المسيح بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل رفعه الله إليه رفعه من البيت الذي كان فيه بحسب رواياتنا اجتمع عيسى مع حواريه في ليلة العشاء الأخير وبعد أن تمت الطقوس والمراسم وحدثهم ما حدثهم أمام أعينهم ارتفع إلى السماء أحاديث أهل البيت تقول من أن روحه قبضت ما بين الأرض والسماء مات هنا وبعد ذلك رفعه الله إلى السماء ورجعت إليه الحياة هذه رجعة رجعة هذه رجعة فإن عيسى قبضت روحه ما بين السماء والأرض وهذا هو الذي تحدثنا عنه سورة المائدة إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم في سياق الآيات التي يقول الله فيها لعيسى بن مريم في يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى أن يقول المسيح بن مريم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني فأين توفاه الله وقد ارتفع حيا من الأرض توفاه الله ما بين الأرض والسماء هكذا أخبرنا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قبضت روحه بين الأرض والسماء وردت إليه بعد أن رفع إلى السماء الرابعة هذه رجعة واضحة حياة بعد موت وقبل يوم القيامة قلت لكم القرآن مشحون بأحاديث الرجعة الآيات كثيرة كثيرة جدا لا أستطيع أن أحيط بها لا في حلقتين ولا في ثلاث حلقات أحتاج إلى عدد كبير من الحلقات كي أحيط بما أعلمه وأنا لا أعلم كل المضامين بما أعلمه من خلال تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليه أحتاج إلى عدد وفير من الحلقات الطويلة كي أحيط بالآيات التي تحدث فيها القرآن عن الرجعة نذهب إلى فاصل أما حكاية أصحاب الكهف فهي معروفة للجميع إنها رجعة واضحة في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الكهف ثم بعثناهم متى بعد أن ناموا زمانا طويلة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لقد وحثوا بعد أن أماتهم الله أنامهم أنامهم إنه نوم ماتوا فيه وبعثوا بعد ذلك في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ألا يذكرنا هذا بما مر علينا في قصة عزير النبي لما استيقظ بعد مئة عام فماذا قيل له قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم الله يقول له كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام الكلام هو الكلام وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم لقد لقد لبثوا ثلاثة أضعاف ما لبث عزير وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثلاثة أضعاف المدة التي مات فيها عزير النبي وفي رواياتنا في أحاديثنا من أنهم سيعودون مع إمام زماننا إنها رجعة ثانية له ولابد أن تعرفوا من أن الرجعة تتكرر لكن هذا عليكم أن تطلعوا عليه إذا ما اطلعتم على تفاصيل عقيدة الرجعة العظيمة وهذا مثال من الأمثلة فإن أصحاب الكهف رجعوا الرجعة الأولى وماتوا بعدها وسيعودون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فحكاية أصحاب الكهف حكاية واضحة وكانت الرجعة لهم ولكلبهم فحينما استيقظوا من نومهم وجدوا كلبهم موجودا إنها رجعة لهم ولكلبهم قطمير الروايات تخبرنا من أن اسمه قطمير وماذا بعد إنها سورة الأنبياء الآية الثالثة والثمانون بعد البسملة والتي بعدها وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله الذين ماتوا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابد الروايات تخبرنا من أن أيوب حين فرج عنه رزق أولادا ولكن أولاده الذين ماتوا رجعوا إلى الحياة ورجع معهم من مات من أهله قبل تلك البلية قبل بلية أيوب هذه رجعة أو ليست برجعة حياة بعد الموت فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله الذين ماتوا ففي بلية أيوب مات أهله مات أولاده ومثلهم معهم هؤلاء جاءوا بعد انكشاف البلية لكن الحديث عن الذين ماتوا أيام بليته ها هم يعودون إلى الحياة وعاد معهم أيضا أناس من أقربائه من أسرته ماتوا بآجالهم قبل بليته الروايات تخبرنا هذا هو الجزء الخامس من تفسير البرهان لهاشم البحراني وهو جامع من أهم جوامع أحاديثنا التفسيرية هاشم البحراني متوفى سنة 1107 للهجرة على ما هو معروف قد يختلفون بسنة أو سنتين هذا أمر ليس مهما الطبعة هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الأربعين بعد المائتين ينخل عن الكافي بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل وآتيناه أهله ومثلهم معهم قلت ولده كيف أوتي مثلهم معهم قال أحيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل البلي وأحيا له أهله الذين ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ هذه رجعة أحيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل البلي وأحيا له أهله الذين ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ الذين هلكوا وقت البلية عادوا والذين هلكوا قبل البلية عادوا أيضا إنها رجعة رجعة واضحة وهذه هي الرجعة حياة بعد الموت قبل يوم القيامة وماذا نقرأ في آيات الكتاب الكريم ولكن بعد الفاصل في سورة القصص إنها الآية الخامسة والثمانون بعد البسملة هذه الآية في ثقافة العترة الطاهرة عنوان واضح وصريح في عقيدة الرجعة إن الذي فرض عليك القرآن لراد إلى معاد ومعاد هنا عنوان للرجعة عقيدة المعاد في ثقافة العترة الطاهرة تبتني على عقيدة الأيام الثلاثة التي هي أيام الله وهي هي أيام محمد وآل محمد يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى إن الذي فرض عليك القرآن لراد إلى معاد هناك وجه من وجوه التفسير من أن معاد عنوان لمكة الآيات لها وجوه والآيات لها مطالع ومجار بحسب قواعد التفسير العلوي لكنني أتحدث عن الجهة الواضحة في ثقافة العترة الطاهرة هذه الآية تعتبر في ثقافة العترة الطاهرة عنوانا تعتبر رمزا لعقيدة الرجعة في الكتاب الكريم إن الذي فرض عليك القرآن لراد إلى معاد الآية تتحدث عن رجعة رسول الله وهي الرجعة الأعظم إنها الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيم ماذا نقرأ في تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لعلي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه هذا هو أستاذ الكليني ولذا فإن الكليني في الكاف الشريف يروي كثيرا عنه هذا أستاذه وشيخه هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة بعد الخمسمائة الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمام سئل عن جابر الجعف فقال رحم الله جابرا بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاة ويشير إلى الرجعة جابر الجعف من علماء أسرار الرجعة وقد كتب تفسيرا كبيرا هو في الحقيقة تفسير إمامنا الباقر نقله عن إمامنا الباقر كتب تفسيرا كبيرا يعرف بتفسير جابر هذا التفسير كما يبدو من القرائن المتوفرة لدينا لأن التفسير ليس موجودا بين أيدينا الآن من القرائن الموجودة بين أيدينا هذا التفسير هو تفسير الرجعة لأن القرآن تحدث عن الرجعة كثيرا إمامنا الذين يستهزئون بجابر أو يستهزئون بحديث من تفسيره هم السفلة سفلة الشيعة فما بالكم ومراجع الشيعة يرفضون أحاديث جابر إنهم سفلة الشيعة هؤلاء هم سفلة الشيعة أتحدث عن المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء ألا لعنة الله على المذهب الطوسي القذر رحم الله جابرا بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ورواية أخرى عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في معنى هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إمامنا السجاد يقول يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة لأن معاد هنا عنوان الرجعة في ثقافة في ثقافة العترة الطاهرة أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا إذا إذا ما ذهبنا إلى سورة إبراهيم وإلى وإلى الآية الخامسة بعد البسملة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وذكرهم بأيام الله مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن فضل بني إسرائيل على الأمم أنهم كلفوا بولاية محمد وآل محمد بالتفصيل ومر علينا قبل قليل في قصة البقرة من أن صاحب البقرة كان قد تعلم الصلاة على محمد وآل محمد من نبيه موسى هكذا أخبرتنا أحاديث العترة الطاهرة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وإذا ما ذهبنا إلى سورة الجاثية وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد العاشرة بعد البسملة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون هذه الآية لا يمكن أن تفهم إلا من خلال تفسير العترة صلوات الله وسلامه عليها وإلا كيف يستقيم هذا المعنى قل للذين آمنوا يغفروا لمن للذين لا يرجون أيام الله الذين لا يرجون أيام الله هم أعداء الله فكيف يستقيم هذا المعنى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الذي جاء في أحاديث العترة الطاهرة وأنا أقرأ عليكم من تفسير القمي إنها الصفحة الرابعة والثلاثون بعد الستمئة بسنده بسند القمي عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا هؤلاء هم الذين آمنوا أن يغفروا للذين لا يعلمون كيف يغفرون لهم أن يعلموهم عقائد العترة الطاهرة فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يرجونها لأنهم لا يعرفونها إنها عقائد سقيفة بني ساعدة إنها عقائد سقيفة بني طوسي فالمعاد عندهم يوم القيامة الكبرى والمعاد عند العترة الطاهرة هو هذا أيام الله يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الصادق يقول قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم في سورة الكهف إنها الآية السابعة والأربعون بعد البسملة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إنه يوم القيامة إنها القيامة الكبرى الجميع يحشرون ويوم نسير الجبال هذه علائم يوم القيامة وترى الأرض بارزة وحشرناهم بأجمعهم فلم نغادر منهم أحدا ماذا نقرأ في سورة النمل في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة ويوم نحشر من كل أمة فوجة إذن هذا حشر يختلف عن حشر يوم القيامة فحشر يوم القيامة حشر للجميع أما حشر الرجعة فهو للذين محضوا الإيمان وللذين محضوا الكفر هكذا حدثنا أئمتنا صلوات الله عليه الحشر في يوم القيامة للجميع مثل ما هنا في الآية السابعة والأربعين بعد البسملة من سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد هذا حشر يوم القيامة الكبرى إنه اليوم الثالث من أيام المعاد الإلهي أما حشر الرجعة ويوم نحشر من كل أمة فوجة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يوزعون يتواصلون يتصل بعضهم ببعض في حال حشرهم فيأتي فوج وهو في حال حركته يأتي فوج آخر أفواج متواصلة في حركتها ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون اجمعوا هذه الآية مع هذه الآية وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فهناك حشر عام للجميع وهو الحشر في اليوم الثالث من أيام الله في يوم القيامة الكبرى وهناك حشر لبعض الناس للذين محضوا الإيمان وللذين محضوا الكفر هذا الحشر سيكون في اليوم الثاني من أيام الله في يوم الرجعة هذا هو منطق القرآن وحديث القرآن ونعود إلى سورة البقرة إلى سورة الرجعة وإلى الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا هذا يعني أنكم كنتم أحياء وبعد ذلك جرى عليكم الموت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا هذا التفسير السخيف الذي يفسرون به الآية وكنتم أمواتا كنتم لستم مولودين لا يمكن أن نصف الإنسان قبل أن يتكون جنينه في رحم أمه ويولد لا يمكن أن نصفه بأنه ميت إنه ليس مخلوقا إنه ليس موجودا الموت يطرأ ويمر على الأحياء حينما تنتهي حياة الحي يقال له ميت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا هذا يعني كنتم أحياء في الدنيا ثم جاءكم الموت فأحياكم فأحياكم وهنا جاءت فاء الترتيب لأن الحياة في الدنيا ثم يميتكم ثم يميتكم لأنكم ستعيشون فترة طويلة فثم تفيد التراخي كما يقولون تعطي مجالا زمانيا ثم يميتكم ثم يحييكم يحييكم أن تبعثوا أن تبعثوا استعدادا ليوم القيامة ثم إليه ترجعون إنها القيامة الكبرى فهناك أكثر من حياة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا هناك حياة سابقة لهذا الموت كانوا أحياء وماتوا فأحياكم هذه الرجعة ثم يميتكم هذا الموت بعد الرجعة ثم يحييكم هذا البعث والحشر والنشر إلى عرصات يوم القيامة ثم إليه ترجعون كل شيء راجع إليه وهناك آية في سورة غافر إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة قالوا ربنا أمتنا اثنتين أمتنا اثنتين هذه حجة على أولئك الذين يقولون قولا سخيفا في معنى وكنتم أمواتا يعني أنكم لم تخلقوا بعد فماذا يفعلون مع هذه الآية فإن الآية تتحدث عن عملية إماته قالوا ربنا أمتنا 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 اثنتين وأحييتنا اثنتين فهنا فهنا وأحييتنا وأحييتنا اثنتين أمتنا اثنتين الموت الأول مسبوق بحياة إنها حياتنا في الدنيا فحينما أماتنا انتهت حياتنا الأولى فأحيانا في الرجعة وأماتنا الإماتة الثانية في الرجعة وأحيانا الحياة الثانية بعد الرجعة عند القيام أمتنا اثنتين لأن الإماتة الأولى لا بد أن تكون مسبوقة بحياة وإلا كيف يتحقق معنى الإماتة لا يمكن أن نتصور معنى الإماتة إلا أن تكون الإماتة مسبوقة بحياة هناك إماتتان وهناك مرتان تبعث الحياة فينا اجمع بين الآيتين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كنتم أمواتا قبل أن تكون أمواتا كنتم أحياء هذه حياتنا الأولى في الدنيا قبل الموتة الأولى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم هذه الرجعة ثم يميتكم هذا موت الرجعة ثم يحييكم هذه الحياة التي ستتصل بيوم القيامة ثم إليه ترجعون وفي سورة غافر ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نذهب إلى فاصل الآية الحادية والخمسون بعد البسملة من سورة غافر إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذا المعنى لا يتحقق إلا في الرجعة فأكثر الرسل وأكثر الذين آمنوا قتلوا وظلموا ولم ينصروا الآية لا تتحدث عن نصرة في يوم القيامة وإنما تتحدث عن نصرة في الحياة الدنيا وعن نصرة في القيامة ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا من دون استثناء لأن الحديث عن الذين آمنوا عن الذين محضوا الإيمان وهؤلاء هم الذين سيعودون في الرجعة فقانون الرجعة هو هذا أن الراجعين هم الذين محضوا الإيمان وهم الذين محضوا الكفر من الفريقين الآية الآية واضحة واضحة جدا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا أين في الحياة الدنيا هذا أولا هذا هو اليوم الثاني من أيام المعات ويوم يقوم الأشهاد هذا هو اليوم الثالث عقيدة العترة الطاهرة هذا هو قرآنهم أنا أقول للذين لا يريدون دين العترة الطاهرة هنيئا لكم بدينكم المسخرة أكنتم على دين سقيفة بني ساعدة أم كنتم على دين سقيفة بني طوسي الآية واضحة واضحة جدا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا أولا من دون استثناء الرسل جميعا والذين آمنوا جميعا بحسب قانون الرجعة الذين محضوا الإيمان الرسل قطعا من الذين محضوا الإيمان إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وماذا نقرأ أيضا في سورة الأنبياء إنها الآية الخامسة والتسعون بعد البسملة آية صريحة وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون لا يرجعون متى في يوم القيامة فهل هناك أحد لا يرجع يوم القيامة هذا جزء من قوانين الرجعة الأمم التي نزل العذاب عليها لا حق لها في الرجعة لن تعود إلى الرجعة وحرام على قرية أهلكناها بالعذاب أنهم لا يرجعون ماذا تقولون في معنى لا يرجعون لا يرجعون يوم القيامة فهل هذا الكلام صحيح؟ الذي يقول بهذا يخرج من الدين لأن ديننا بشكل واضح وصريح يقول بأن الجميع سيحشرون يوم القيامة حتى الحيوانات وإذا الوحوش حشرت حتى الحيوانات تحشر وإذا الوحوش حشرت فكيف يأتي هذا القانون؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون هذا جزء من قوانين الرجعة فإن الأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي لن تعود في الرجعة وإن كان في تلك الأمم من الذين محضوا الكفر محضا لكنهم يستثنون من هذا القانون يخرجون من هذا القانون بدليل الآية وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة أنني أقرأ عليكم من تفسير القمي من الصفحة الثانية والثلاثين بعد الأربع مئة بسنده بسند القمي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري وعن إمامنا الصادق نقل هذا المعنى عن الإمامين كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة لأن أحداً من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة من هلك ومن لم يهلك قوله لا يرجعون أيضاً عنى به الرجعة الكلام واضح جداً كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة لأن أحداً من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة من هلك ومن لم يهلك الآية واضحة وواضحة جداً وإنما أختار بعض الأحاديث كي أذكركم من أن تفسير القرآن في منهج قناة القمر يعتمد تفسير العترة فقط لهذا السبب أقرأ بعض الأحاديث بين فينة وأخرى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون في سورة في سورة المؤمنون إنها الآية التاسعة والتسعون بعد البسملة والتي بعدها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت الإنسان حينما يموت تنكشف له الحقائق قطعاً كل بحسبه لكن الحقائق تنكشف له فإن الناس نيام كما يقول صلى الله عليه وآله فإذا ما تنتبه وهذا المضمون تحدثنا به سورة قاف في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث هذا الكلام يكون مع الإنسان بعد موته عبر مسيرته إلى القيامة وجاءت هكذا تقول سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث فإن الناس نيام فإذا مات انتبهوا فهذا الذي مات وانتقل إلى عالم الموت عرف هناك بقانون الرجعة ولذا يقول رب ارجعوهني رب ارجعوني رب تركوني حياً رب لا تمتني ولكنه مات وها هو يطالب أن يطبق عليه قانون الرجعة لكنه لا يستحق ذلك لا يشمله القانون فقانون الرجعة لا يكون شاملاً لكل أحد لأن الرجعة قيامة خاصة وما هي بقيامة عام ومرت ومرت الآيات علينا قبل قليل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوهني طبقوا علي قانون الرجعة لعلي أعمل صالحاً فيما ترك كلا لا ينطبق القانون عليه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فهذا ما هو من أهل الرجعة قانون الرجعة لا ينطبق عليه كلام يقوله كلا إنها كلمة هو قائلها صحيح أن قانون الرجعة موجود لكنه لا ينطبق عليه آيات القرآن كلها تصدق قوانين الرجعة وتحدثنا عن رجعة حدثت في الأمم الماضية وعن رجعة للأنبياء والأولياء وعن رجعة للحيوانات لكلب أصحاب الكهف لحمار عزير لكل حيوانات ودواجن أولئك الذين فروا من مدينتهم خوفاً من الطاعون إنها رجعة إنها رجعة لكل شيء ونبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قال لنا ما جرى على الأمم السالفة سيجري على هذه الأمة حذو القذة بالقذة وحذو النعل وحذو النعل شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع الشبر هو هذا والذراع هو هذا والباع هذا المسافة بين اليدين بهذا القد حذو القذة بالقذة القذة ريشة السهم فلابد أن تكون ريشات السهام متساوية بدقة متناهية وإلا فإن سهم لن ينطلق من القوس حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل فالفردة اليمنى كالفردة اليسرى حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه كل هذا جرى على الأمم السالفة لا بد أن يجري على هذه الأمة نذهب إلى فاصل الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة من سورة النحل وما بعدها من الآيات هذا المقطع من سورة النحل واضح جداً واضح جداً وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسم بالله جهد أيمانهم هؤلاء يقسمون بالله هذا يعني أنهم يؤمنون به وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت هؤلاء يتحدثون عن الرجعة يقولون لا يبعث الله من يموت وإنما يكون البعث في يوم القيامة الكبرى وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فإذا كان يقصد بالذين أقسموا هم الكفار فإن الكفار لا يؤمنون بالله ولا يقسمون به من هؤلاء الذين أقسموا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت هل هم الكفار يقسمون بالله أنه ليس هناك من حياة بعد الموت ليس هناك من قيامة كبرى الكفار هم يقفرون بالله ولا يؤمنون به فكيف يقسمون به إذن هؤلاء يؤمنون بالله ويقسمون به والذين يؤمنون بالله ويقسمون به لا ينكرون يوم القيامة الكبرى إنما ينكرون الرجعة وهؤلاء هم نواصب سقيفة بني ساعد ونواصب سقيفة بني طوس وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا هذا وعد من الله الرجعة وعد ميعاد وإن الله وإن الله لا يخلف المعاد بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لماذا تكون الرجعة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هكذا هي الرجعة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة فهل هذا ينطبق على كل الذين هاجروا متى انطبق هذا الكلام على كل الذين هاجروا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذا لا يتحقق للذين هاجروا إلا في الرجعة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذا المعنى لم يتحقق للذين هاجروا بأجمعهم ولا يتحقق إلا في عصر الرجعة العظيمة تلاحظون أن السياق واضح وواضح جدا أقرأ عليكم مما جاء في تفسيرهم صلوات الله عليهم أنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف هذا هو الجزء الثامن والكافي للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الصفحة الثامنة والأربعون الحديث الرابع عشر بسنده بسند الكليني عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قوله تبارك وتعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال فقال لي يا أبا بصير ما تقول في هذه الآية قلت إن المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله إن الله لا يبعث الموت قال فقال تبا لمن قال هذا سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم بالله والعزة قال قلت جعلت في ذاك فأوجدنيه قال فقال لي يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم قباع السيوف الزينة على مقابض السيوف قباع سيوفهم على عواتقهم هؤلاء هم الراجعون إنها الرجعة الصغرى الرجعة الكبرى اليوم الثاني الرواية هنا تتحدث عن الرجعة الصغرى في اليوم الأول في مرحلة الظهور يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا من الذين محضوا الإيمان قباع سيوفهم قباع جمع لقبيعة والقبيعة هي زينة التي تكون على مقبض السيف قباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا فيقولون بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم فيبلغ ذلك قوما من عدونا من عدونا إما من نواصب سقيفة بني ساعدة وإما من نواصب سقيفة بني طوس فيبلغ ذلك قوما من عدونا فيقولون لأن الطوسيين لا يعتقدون بالرجعة وحتى الذين كتبوا كتبا في الرجعة كانت كانت عقائدهم ضعيفتان إلا الذين جمعوا الأحاديث وجمعوا الآيات التي تحدثت عن الرجعة الأعم الأغلب من المراجع الطوسيين لا يجدون ضرورة الاعتقاد بعقيدة الرجعة وهذا مبين في كتبهم وفي فتاواهم وحينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون عن الرجعة الصغرى أما الرجعة الكبرى فإنهم ينكرونها بينما كل الحديث في الأدعية والزيارات ليس عن الرجعة الصغرى إذا ما ذكرت فإنها تذكر عرضا كل الحديث في الأدعية والزيارات والآيات والروايات عن الرجعة الكبرى تلك هي العقيدة الأصل حينما نتحدث عن الرجعة أما الرجعة الصهرة فهي شأن من شؤون مرحلة الظهور يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما من شيعتنا قباع سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا فيقولون بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم فيبلغ ذلك قوما من عدونا فيقولون يا معشر الشيعة ما أكذبكم هذه دولتكم هذا زمانكم وأنتم تقولون فيها الكذب إذا كنتم تقولون الكذب في زمان دولة أعدائكم ربما نجد لكم عذرا لماذا تكذبون الآن هذه دولتكم وأنتم تقولون فيها الكذب لا والله ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة إنما يبعثون عند القيامة ليس هناك من رجعة فحكى الله قولهم فقال وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت الآيات واضحة 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 جدا وأقسموا بالله جهد إيمانهم هؤلاء يؤمنون بالله ويؤمنون بالقيامة فهم حينما يقولون لا يبعث الله من يموت في الرجعة الله يجيبهم بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء ما الذي تتعجبون منه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وهذا قانون الرجعة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذه الآية لم تنطبق في أي وقت منذ زمان أبينا آدم ومنذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا إذا كان الحديث عن هجرة رسول الله إنما ستنطبق هذه الآية في زمان الرجعة العظيمة في سورة السجدة إنها السورة التي تعرف بألف لام ميم السجدة الآية الحادية والعشرون بعد البسملة صريحة في الرجعة من الآيات الصريحة في الرجعة وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدنى لا يوجد يوم القيامة عذاب أدنى فإن يوم القيامة يوم أشد العذاب وهذا هو منطق القرآن فمتى يذاقون العذاب الأدنى من دون العذاب الأكبر الآية هكذا تقول وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون إلى الحق هذا يعني أن الرجعة يمكن أن تكون مساحة للرجوع إلى الحق يمكن أن تكون مجالا لأولئك الذين ضلوا بعيدا في مسارهم يمكن إذا ما توفرت فيهم بعض المؤهلات أن يعودوا إلى طريق الصواب وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى العذاب الأدنى في الرجعة في الرجعة الكبرى وحتى في الرجعة الصغرى هذا الكلام تنطبق عليه مضامين الآية وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون في سورة طاها في سورة طاها إنها الآية الرابعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَهَذَا الْعُنْوَانُ دونكا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى هذا هو اليوم الثالث من أيام الله إنه يوم القيامة الكبرى ولكن متى يتحقق هذا العنوان المعيشة الضنكة ما هم أعداء العترة يتنعمون في الدنيا فكيف تكون لهم المعيشة الضنكة في الدنيا المعيشة الضنكة تكون لهم في الرجعة منذ أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا أعداء محمد وآل محمد هم الذين يتنعمون بالدنيا فمتى كانت المعيشة الضنكة له المعيشة الضنكة في الأعم الأغلب لمحمد وآل محمد لأوليائهم هذا المعنى لا يتحقق إلا في الرجعة لأن الآية فصلت ما بين المعيشة الضنكة وبين الحشر يوم القيامة دقق النظر في الآية وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى أن يُحْشَرَ أَعْمَى فذلك في اليوم الثالث من أيام الله في يوم القيامة الكبرى أما المعيشة الضنكة فهي في اليوم الثاني في يوم الرجعة وقد تكون في اليوم الأول لكن الحديث عن اليوم الأول يكون مختصا بالرجعة الصغرى الآية واضحة تتحدث عن اليوم الثاني عن يوم الرجعة فأيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وقت الحلقة انتهى ولا زال الكلام مستمرا وكما قلت لكم إذا أردت أن أتتبع كل الآيات في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم لقرآنهم فإنني سأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات كي أفصل الكلام فيما جاء في الكتاب الكريم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر